الخارجية الروسية انتقدت بشدة عملية توريد السلاح من الدول الغربية إلى أوكرانيا وصفت هذه الخطوة بأن من شأنها تصعيد الأزمة الأوكرانية أكثر وتعكس السياسة التي ينتهجها الغرب والتي تدعم بحسب الرواية الروسية أو تسهم في تصعيد التوتر وزيادة التصعيد في أوكرانيا بدل تشجيع العمل السياسي والديبلوماسي المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخرفة قالت بأن هناك احتمال كبير جدا بأن تقع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين وما تصفهم موسكو بالجماعات النازية وبالكتائب القومية المتشددة ما يشكل خطرا كبيرا على المدنيين أما المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف منذ قليل انتقد توريد الغرب للأسلحة إلى الجانب الأوكراني قال بأن هذه الخطوات من شأنها التأثير عن الأمن في القارة الأوروبية وانتقد أيضا تلك التصريحات التي صدرت في وقت سابق من وزيرة الخارجية البريطانية التي دعت إلى دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لمواجهة الجيش الروسي هذه التصريحات وصفتها موسكو بأنها من شأنها أن تؤثر عن الأمن في القارة الأوروبية ومن شأنها أيضا زيادة حدة التوتر والتصعيد وبالأحرى ما طلبته زخاروفا بفتح تحقيق من قبل الأمم المتحدة قائم على أشفافية لم أسمع سؤالك أتحدث هنا عن طلب زخاروفا بشأن طلبها أو طلب موسكو بفتح تحقيقات بشأن ما سمي بالذي دار في أوكرانيا والمقابر الجماعية التي كانت في أوكرانيا قائم على شفافية صحيح هذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها موسكو بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف في مسألة هذه الاتهامات التي صدرت في وقت سابق من سلطات كييف أو حتى من الدول الغربية التي اتهمت الجيش الروسي بأنه ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في الأراضي الأوكرانية على غرار مدينة بوتشا موسكو قالت بأن هذه الاتهامات هي عبارة عن استفزازات وبأن الجانب الأوكراني والدول الغربية تريد تشويه صورة الجيش الروسي مؤكدة بأن كل هذه الاتهامات هي مجرد استفزازات وبأن على الغرب أولا بأن يفتح تحقيقا نزيها في الكثير من المرات سمعنا التصريحات أيضا من الكريملين قال بأنه يشك في أن يقوم الغرب في فتح تحقيق النزيه حول هذه الاتهامات وفي اللقاء أو المحادثات التي جمعت بين الأمينة العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش هنا في موسكو مع وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أو الرئيس الروسي فلاديمين بوتين تطرق إلى هذه المسألة خاصة ما تعلق أيضا بالمسائل الإنسانية وشهدنا ترحيب من موسكو بضرورة التعاون بين روسيا والأمم المتحدة لإجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح تحقيق حول ما يوصف بجرائم الحرب في ملف آخر يوصف ماذا بشأن آخر التصريحات لوزارة الدفاع الروسية البيانات التي صدرت من وزارة الدفاع الروسية تشير إلى استمرار العملية العسكرية الجيش الروسي تحدث بأنه استهدف 67 منشأة عسكرية للقوات الأوكرانية وعن طريق صواريخ عالية الدقة صواريخ كاليبر تم استهداف أربع منشآت للقيادة ومستودعات للسلاح والذخيرة الجيش الروسي قال بأنه تمكن من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوء 24 وكذلك إسقاط واعتراض 12 ساروخا من طراز توتشكاو وأطلقته القوات الأوكرانية على مدينة خيرسون الجيش الروسي أكد بأنه سيطر بشكل كامل على مدينة خيرسون وعلى أجزاء من مدينة زاباروجيا ونيكولايف ما يعكس الاستراتيجية التي تبنىها الجيش الروسي في الوقت الرهن والتي تركز على السيطرة الكاملة على جنوب وشرق أوكرانيا والتحرير جمهوريتي لغانسك ودانيتسك من الجماعات المسلحة ومن القوات الأوكرانية